أصحابي، أصحابي ونجوم، ونجوم ما زالوا لحد دلّا عم بيعملوا نجاحات كتير كبيرة ويحترموا أنه نحنا كان في كتير احترام بين بعضنا أكتر من هلّا يعني كنا نحترم بعض أنه نحنا كفنانين حتى لو في منافسة طيب في حدا من هالنجوم اللي عديتهم مسك التليفون ودق لعلاق بهالسنين؟ وائل، ديك اليوم وحتى عاصي بس إنه وائل حكى، أنا ما كنت عارف منه يعني بس إنه كان قاعد بيجلسي مع ناسه وكانوا عم يحكوا عن علاء زلزلة وعم يحكوا عن نجومية علاء وقوة علاء على المسرح وإنه المسرح كي فاتصلوا حكى معي وقال لي إنه كنا بسيرتك وعم نحكي عنك وعم نجيب سيرتك بالخير وإنه أنت على المسرح ويلا وعمل كامباك تبعك لناطرينة وكذا وإنت عن جد يعني بحبه كفنان وبحبه كصديق وبحبه لأنه بتحسي بعيدة عن كل شي يعني صحيح، صحيح ونجق وشاطر وبيعبك فيك وإنه هلأ صار لما صار أكتر عم يتحرك مع الناس وكذا صار تحس إنه مش بحقلك صار أهضم بالعاكد بس صار أكتر يعني إنسي جيما مع الناس حتى هذيك المرة كمان مبساطة إنه رامي كان بمقابلي بتلفزيون وطلع حك عن علاء زلزلي وأنا بشكره من كل قلبي يعني رامي عياش إي رامي عياش أكيد بشكره من قلبي ورامي هيك ماخد كمان كاركتر وستايل وعم بغني هيك